اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سنشارك معكم بيتزا سائلة في المقلع كتجي من اطيب ما يكون سهلة سريعة والاهم انها بسيطة بواحد العجينة اللي ما كتحتاج للدلك للتخمير يعني عجينة كتوجدوها في ساعة نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ونخليكم مع المقادير انحتاج الثلاثة دي المطيشات اللي سلقتهم من قبل مع شوية دي الملحة الفلفلة بالنسبة للعطرية عندي الملحة البزار الزعتر التحميرة والطماطم المركزة مطيشة للحك في مقلع غادي ندير زيت الفلفلة الملحة والبزار ونخليها فوق البوطة تشحر ندوز نحضر سلسة الطماطم هنا من بعد ما طحنت مطيشة اللي سلقص غادي نضيف لها شوية زيت شوية دي الملحة البزار التحميرة ونحطها فوق البوطة تقلى اللي مزيان دي المطيشة عاد باش نزيد عليها مطيشة دي المطيشة باش تعطيني اللول الأحمر للمطيشة أولا السلسة الطماطم كيف ما كتشوفوا معايا في الصورة من بعد ما تقلت لها مطيشة غادي نزيد لها معلقة كبيرة غادي مطيشة دي الحك ونخلطها مزيان هنا من بعد ما وجدت لها السلسة غادي نطفع لها البوطة وندل لها الزيتر وهكا غادي نكون وجدت قاع الحشوة اللي غادي نحتاج صوتية الفلفلة وجدت سلسة طماطم هنا يا من بعد ما صفيتها عندي هنا جبل موزاريلا عندي الطون زيتون كحل وزيتون خضر ندوز لتحضير العاجي اللي غادي نحتاج ليه كاس ونص ديال طحن فورس مع كاس وربع ديال حليب معلقة صغيرة ديال زيت الزيتون معلقة صغيرة ديال سنيدة معلقة صغيرة ديال خميرة ديال الخبز وصر الشيد الخميرة ديال الحلوة وزن 8 جرام اول حاجة غادي نبدأ بها غادي نغرب للطحن نضيف له خمارة نضيف له سنيدة خميرة ديال الخبز البزار والملحة نضيف له خميرة ديال الحليب وربع ديال زيت زيتون الحليب على حسب النوعية ديال الدقائق كين دقائق اللي كيشرب وكين دقائق اللي غادي تحتاجه لكاس وربع كامل ديال الحليب نضيف له خميرة ديال الدقائق اللي غادي نضيف له شوية ديال الحليب آخر مع شوية ديال الزيتر اللي كيبقى ختياري نخلط مزيال اللي عجينا شوفوا البنات كيفاش كتجيني كتوجد بسرعة وكتجيه شيش وخفيفة وزوينة بزف نحن غا ناخد واحد المقلال اللي تهنتها بشوية ديال ترت فيها بابي كويسو ونخوي فيها ليجينا ونحطها فوق نار اللي تكون مهيلة باش طيبلية مزيان وطيبلية من الداخل ومن بره نغطيها بواحد المقلاء او لا بواحد صينية ولا بشغطة المهم باش ديال البوخار يبقى فيها لداخل ونستعليها ونخليها تقريبا 20 دقيقة احنا من بعد مداز ديال 20 دقيقة غادي نطلع البيتزا غادي نشوفها واش طيبة مزيان شوفوا را هانا شوفها من 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 الفوق واحتمل تحت راهات حمرات يعني ليجينا وجدات غادي ندوز مباشرا نعمرها انا اخد هنا لاصوس طومات هاد الكمية اللي شاركت معاكم كتدي لكم بيتزا من الحجم العائلي بيتزا كبيرة رات قريبا عندي انا القطر ديال هاد المقلال اللي كان طيب عليه ثلاثين سنتين نديلها شوية ديال الجوب الموزاريلا اللي تقدروا تزيدو معاها الجوب الاحمر الى توفر ونعمر بالعمارة اللي عندي الفلاس زيتون طون وفي الاخير غادي نعود نرش شوية ديال الفرماج ونسد عليها ونخليها واحد خمسة دقائق غاي بيدمها دابلي الفرماج اللي درتو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صراحة كتجي رائعة والاهم الاهم الاهم انها كتوجد ضغية ضغية بنسبة للناس الموضافين فهادي غدي تنفعكم بزاف خصوصا في شهر رمضان الكريم اللي غدي تقدرو تحضروها وتوجد لكم بالزربة شوفوا الشكل ديال هكي فاشكي جي ولا جي نارا ما غديش نعود لكم عليها كتجي الشيشة بزاف وهكا غدي نكون وصلت لنهاية الفيديو ما تنسوش لعجبكم هاد الفيديو تضغطو على زر الاعجاب وتخليوا لي ايكم وانتراتكم وإلا كنتو مازال ما شتركتوش في القناة شتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد الى اللقاء شكرا